بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى لتشوف هذا الوديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة نشكر المتابعين لقدام مجدد والناس اللي التحقوا في هذه القناة إن شاء الله تكونوا يا رب محدودين وتكونوا إن شاء الله مخروج هذا العام حتى يربي يحقق لكم الأمان يا ربي كريم أحبابي اليوم فائدة عظيمة لجلب الرزق ولجلب المصرات في يوم واحد تقضي على الموانع ولكن داوم عليها الوصفة دينا أو الصيغة الربانية كلها طاقة إيجابية إذا ضاقت عليك الأمور في الأمور المالية وإذا ضاقت عليك الأمور في كل الصعاب غالت ديرها الصيغة إن شاء الله ناس لي عندهم قلة المال ناس لي عندهم مشاكل في الأموال ناس لي دائما محترين من غادي يجيبوه ويكملوا الشهر ناس لي مديونين ناس لي حاسين بريوسهم أنهم عندهم نحس في المال أو عندهم توقيف الحال توقيف الحال بعد الأحيان تكون من السحر المرشوش أو دائما تقول لكم الحسد القوي تكون عندك حتى الصبحي ما عندك حتى حاجة أو تبدأ يتبعي في حويجك إذا الناس لي عندهم مشاكل في المال لابد أنهم ياخدوا اسم من أسماء الله الحسنى أو اسم واحد ولكن ياخدوا بطاقة عالية ويكون عنده طاقة نورانية أنه بشلفض بهذا الإسم ويعطيه خصوصيات ديل هذا الإسم اسم من أروع ما يكون في جلب الخيرات الناس لي عندهم ديون الناس لي عندهم طاقة النحس والناس لي تكونوا غير محدودين غادي ياخدوا اسم يا غني ولكن تكون عندك طاقة عالية وتكون تلفظي بهذا الإسم من القلب ديالك بخري بشيء قليل من العود أو الصندل أو أنك تبخري بالعود أو الجاوي الأبيض ليس الجاوي الأحمر الجاوي الأبيض الناس لي عندهم مشحنات على المال الناس لي عندهم مشاكل على المال دائما صراعات على المال من غد ينجيبوا المال قلال المال عدنا ديون طردونا الديون ولكن الله كريم غني خزائن الله كبيرة خزائن الله لا تنفد سبحان الله هو القوي هو الرزاق إن الله يبسط الرزق لمن يشاء إذن اعتامدوا على هذه الصيغة ولكن خدوا ليلة الجمعة أو ليلة الأثنين مجربات رائعة ومجربات موتوخ منها لأنها جربناها وعطات معنا طاقة إيجابية ياغني 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 اغنني من فضلك ياغني 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 اغنني من فضلك عما سواك إذن تطلبي الرحيم تطلبي الله ويعطيك من خزائنه ولكن خزائنه لا تنفد سبحان الله إذن أحبابي الصلاة والصدقة لابد الصدقة تتحيد البلاو الباس وتتطفي غضب الرحمن حاولوا تصدقوا على أي أمر عندكم كان تعب كان مرض كان قلت المال ولو نخرج غير رغيف من الخبز أو كأس من الحليم غادي ربي غادي يغنيكم من فضله إذن أحبابي تنهضر معكم كأحبابي تنشوفكم وتراكم وتنبغي لكم غير الخير إذن ديروا هذه الصيغة الأولى أما الصيغة التانية هي من أسرار من أسرار في كتاب جلب الحد إذن إن شاء الله بحول الله وقوته سر خطير لجلب الأموال وتحقيق الأماني مهما كانت فيه يوم واحد فقط ردد هذه الصورة الكريمة لتوحيد الله سبحانه وتعالى لتكون إيجابي إن شاء الله في كل الأمور سبحان الله من مرى العصر من مرى العصر إن شاء الله بحول الله يوم الجمعة يوم الجمعة مبارك يوم الجمعة إن شاء الله اللي عنده ديون اللي عنده مشاكل اللي عنده أي حاجة استعصات عليه غادي ديرها تصيغى أول حاجة يكون على وضوء يكون على صلاة بعد ما صليت الدهر وتنتسنة في العصر صليت العصر وغادي نبدأ هذه الفائدة إن شاء الله هذين قرأة صورة الإخلاص صورة الإخلاص مئة مرى وأنا على قبلة وخاما صليتش من مرى العصر ركعتين حيث مكيناش ركعتين من مرى العصر غادي نصلي العصر ونبقى جالس في مكاني وغادي ناخد السبحة وغادي نقرأ مئة مرى صورة الإخلاص على نية تفريج الهموم في الأموال في أي أمر بغيتي وغادي نصلي وغادي نصلي على سيد الخلق مئة مرى بالصيغة اللي بغيتي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صليوا عليه مئة مرى بعد ما تنساهوا من قراءة صورة الإخلاص على النية اللي بغيتي أو النية اللي طلبتي أو النوايا تكون مجموعة إما مال وإما جلب الخيرات وإما الزواج وإما أي حاجة بغيتي ولكن آآ غادي تقرأي اسم يا الله ستوستين مرة على النية وتفريج الهموم وغادي تقرأي هالدعاء إن شاء الله بحول الله سبعين مرة اللهم اللهم كفيني بحلالك عن حرامك واغنني من فضلك عمّا سواك سبعين مرة أنا عود لكم إن شاء الله اللهم كفيني بحلالك عن حرامك واغنني من فضلك عمّا سواك إذن سبعين مرة وغادي تدير الدعاء على أي أمر على أي أمر إن شاء الله يقضى بإذن الله سر خطير في جلب الخيرات مهما كانت من خزائن رحمتي من خزائن الله سبحانه وتعالى وصورة الإخلاص هذه الليلة غادي تحلمي بالفرج أو تشوفي إن شاء الله صباح أو أي حاجة غادي تشوفها لتفريج الهموم ولكن الناس اللي عندهم مشاكل على المال دائما يبخروا بالصندل أو يبخروا بالعود أو الجاوي الأبيض يوم الجمعة لطرد النواحس لأن الجاوي الأبيض تحيد الحسد وتيطرد الشياطين الحسد والمشاكل الناس اللي عندهم دائما المشاكل على المال ولكن المال دائما مفقود في العتبة نبخر يوم الجمعة إما مع الفجر وإما مع الظهر والعصر دائما البخور الجاوي دائما في الصباح وإما مع الظهر أو العصر إذن أحبابي سنتمنى لكم حد سعيد بالنسبة الناس اللي عندهم مشاكل في الديون يديروها تصيغى ويكتبوها في ورقة ويهديوها لناس يبرتجوها لعل وعسى الناس ياخدوا هذه الفائدة العظيمة لتخلص من المشاكل والديون بحل الأموال المتعسرة بحل البنت اللي جاها خطيب وولدها مردوش على الخطيب أو الولد اللي جالس بدون عمل توضى ويصل للعصر ويبقى في مكانه يطيب المكان برائحة طيبة ويبرك ما يتكلم مع التشي شخص ويبقى يذكر الله بهذا السيغر اللي أعطيتكم لأنها من أقوى المجربات ل سبحان الله تفرج الهموم سريعا إذن أحبابي هات السيغر إن شاء الله ديروها تنطلبوا الله سبحانه وتعالى غير الدعاء لأن الله سبحانه وتعالى غاد يحقق لكم الأماني ويعطيكم مبتغاكم ويحقق مع جميع المتابعين البعاد والقراب والناس اللي تبغيوا هذه القناة والناس اللي تدعوا معايا بالخير يا ربي كلهم عون ومعين في كل الأمور ويصلح لهم حالهم هذا يوم الجمعة صباح الجمعة إن شاء الله غادي تكونوا مزيانين وتكونوا بحد تعيد إن شاء الله الناس اللي تقولوا إحنا من حسين لابد غادي نحطوا وصفات لطرد النحس إن شاء الله غادي يكون عندكم إن شاء الله فرج قريب بحول الله وقوته والمتابعين والمتابعات يا ربي كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة